يا مشتاق لجنات النعيم إذا رأيت في أحد والديك حدة فاعلم أن الله جعل طريق الجنة لك ليس سهلا فاصبر على حدته واصبر على غضبه واصبر على جحده لفضلك والفضل كله لله اصبر فإن الصبر على الوالدين ضرب من ضروب الجهاد حبيبنا عليه الصلاة والسلام رد رجلا كان يريد الجهاد في سبيل الله لما رده للجنة هو يريد الجنة قال دونك الجنة وسأله عن والديه أحي أحدهما أو كلاهما فقال ففيهما فجاهد ففيهما فجاهد فهل نحن نبذل ونفرغ الوسع يا أحبابي والله لو لم يكن بر الوالدين موجب للجنة لوجب على الأوفياء الأتقياء الأنقياء من الأبناء والبنات أن يبروهم فكيف وهو واجب وحق ثم بعد ذلك الجنة إن ذي المنة سبحانه يدخلك الجنة بالإحسان إلى أبيك وأمك وإن لم تحسن لهما خرجت في الدنيا عن الجنة وأخشى أن تخرج في الآخرة أيضا منها رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ترجمة نانسي قنقر